بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي ومشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهوري النادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال ألف مليون مبروك فوزناً بارح ببطولة أفريقيا للأبطال لكرة القدم طبعاً للمرة العاشرة في تاريخ النادي الأهلي ألف مليون مبروك لجمهوري النادي الأهلي ألف مليون مبروك لمجلس إدارته للعبين للجهاز الفني والطبي والإداري الف مليون مبروك لكل واحد بيحب النادي الاهلي جوه مصر وخارج مصر الحقيقة النادي الاهلي مش بس اكتر الانديال افريقية حصولا على البطولة ولكن هو بيطار دريال مدريد كاكثر نادي عالمي للحصول على البطولات القرية النادي الاهلي دائما ابدا بيحطب الارقام زي ما بيقولوا والانجازات خلينا ابتدي مع حضراتكم طبعا مكسب جميل والفرحة جميلة بس زي ما عودتكم دايما بحب دايما اتأمل في المكسب وجزاي وإيه اللي مخلينا كده عشان نشارك مع جمهور النادي الاهلي عبر شاشته مكاسب هذا مش المكسب بش الكاس اللي احنا شايفينه جنبي بس لا المكاسب الكتيرة اللي بتيجي حاولين الكاس خلينا نتكلم على البارح المباراة ما كانتش سهلة بكل حال من الاحوال زي ما البعض كان بيصورها قبل المباراة وحتى بعد المباراة ما خلصت البعض بيشكك ان المباراة كانت سألة خالص المباراة دي او الفرقة دي خرجت سيمبة اللي هو كان بيتصدر بجمعتنا خرجت الوداد واللي كسبت الوداد في المغرب في الملعب اللي احنا لعبنا عليه الفريق ده خرج فرق كبيرة مش فرق صغيرة اذا الفريق ده عنده كورة كويسة جدا كونه ما قداش بشكل الطبيعي قدامنا من قوتنا او من رهبة لعبه قدام النادي الاهلي ده جزء من قوة النادي الاهلي وهي ان المنافس انزل قدام النادي الاهلي بيقل في مستوى الفني وده وضع طبيعي جدا لاسم النادي الاهلي حاليا وطبعا التاريخ جزء من ده قدام اي فرقة في افريقيا خلينا اقولكم كمان انه المباراة مبارح مش بس المكسب الفني وطبعا كابتني اتكلمه في هذا الكلام كثيرا ولكن الجميل ان النادي الاهلي في الدور قبل النهائي ودور التمانية اقصى فرقتين جمدين سواء سانداونز في الدور التمانية وايضا في دور الاربعة التراجي النادي الاهلي يعني تصدر مش بس المشهد وكان شكله حلو في الملعب لا كسب مرتاح كسب مرتاح عدى الفرقتين مرتاح مش بصعوبة يعني النادي الاهلي مكسبه مبارح كان جاي من نتيجة دور طبعا المجموعة اكيد كان مهم جدا ولكن المهم ان انت تأهلت من المجموعة دور التمانية ودور الاربعة الحقيقة كان دور مهم جدا ليهم انت وصلت المباراة الفاينال وانت مطلع فرقتين كبار المكسب اللي حضراتكم شايفينه اللي شفناه مبارح ده جاي من نتيجة منظومة كاملة متكاملة هي اللي بتطلع الصورة دي او التابلو ده في الملعب منظومة بداية من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب اللي يوم بعد يوم بيثبت بالنجاحات دي انه استطاع ان يدير النادي ومنه طبعا فريق الكرة القدم الى منصات التتويج وبقوة لدرجة ان احنا حصلنا على بتورة افريقيا مرتين وربعة وبنعيد انجاز كبير كنا نتمنى نعيده ونجح كابتن محمود الخطيب لادارة وقيادة هذا النادي لهذا الانجاز الكبير مش هو بس كمان جائما ابدا كابتن محمود الخطيب بينسب الفضل للمجموعة اللي معاه في مجلس الادارة مجموعة اللي شفناها كانت موجودة مبارح في الملعب والمجموعة اللي مسافرتش كل واحد كان ليه دوره من مجلس الادارة وليه بأدوارهم في ملفات كتير الحقيقة مجلس الادارة متناغم متكامل وصل بالنادي للشكل اللي احنا شايفينه ومش بس في كرة القدم في ألعاب كتير جدا وفي الانشاءات وافتتاح عندي اخرى وفي روح اخرى وصل بالنادي الاهلي لأمور الحقيقة رائدة زي ما بيقولوا في التسويق الرياضي الحقيقة مجلس الادارة النادي الاهلي ده اول المنظومة ولكن نتكلم عن الفرقة كابتن موسيماني الفكرة اللي البعض تنبأ وتمنى فشلها والنادي الاهلي الحقيقة تمسك بكابتن موسيماني وكانت فكرة جديدة محدش قبل كده عملها مدرب افريقي من افريقيا الصمراء زي ما بيقولوا ييجي وياقود النادي الاهلي ويعني الكثير من المشككين قالوا ان لا ده هو مش هينجح مع الفرقة النهاردة كابتن موسيماني بيثبت بالنتائج وهو ده النادي الاهلي اللي ما بيردش برا الملعب بيرد في الملعب النادي الاهلي يعمل في صمت ولكن الرد بيكون في الملعب كابتن موسيماني نجح في كل بطولات اللي دخلها دخلها او مستر موسيماني نجح بشكل كبير جدا انه يخش بالنادي الاهلي في مرحلة جديدة من النجاح والتميز مستر موسيماني والجهاز اللي معاه كمان نجح بشكل كبير انه يخلي النادي الاهلي فريق يخشك جميع نجح بشكل كبير جدا نجح بشكل كبير جدا اشتركوا في القناة